اندلعت اشتباكات في مدينة القيروان التونسية حيث كان من المفترض أن يعقد المؤتمر السنوي لحركة أنصار الشريعة إلا أن وزارة الداخلية التونسية أصدرت بيانا منعت بمجبه التئام الملتقى لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلام والنظام العام بحسب تعبيرها هذا المنع أدى إلى مواجهات بين أنصار الحركة وقوات الأمن التونسية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ردا على رشقها بالحجارة من جانب مئات السلفيين الذين نصبوا عوائق في الشوارع وأشعلوا الإطارات الداخلية التونسية أعلنت في وقت لاحق أن وحداتها المختصة بمكافحة الإرهاب تمكنت على إثر عملية استخباراتية من توقيف عنصر متشدد دينيا وضبطت بحوزته مسدسين وقد اعترف المشتبه فيه بنيته استهداف مقرات الأمن والجيش إشارة إلى أن جماعة أنصار الشريعة تعتبر من أكثر الجماعات الإسلامية تشددا في تونس منذ انتفاضة 2011 وهي تعلن تأييدها للقاعدة وكان قائدها الملقب بأبي عياد قد هدد الأسبوع الماضي بأعلان الحرب على الحكومة متهما حركة النهضة الإسلامية في تونس باتباع سياسة منافية للإسلام